السلام الأميرات وردتي الفنة اللي بنوري اللي الحياة نتمنى تكونوا باخر الغزالة ديالي مبقى ميتخبة أنا شخصيا صفي طبط ووصلت بي الأعظم مبقى عندي فين مزيد مازال عيت منسكت وعيت منغل المضعينية ولكن وصلوا لهذا الدرجة صار حبسة أكشع لاش اليوم بغيت من اللياتي المقرصات المجبدات شهرزادات الحرات ثم طول هذا القصة بالضبط ويبردوا لي يا قلبي العارة البنات كانت لكم انطاق بفارغ الصبر شخصيا سأعطيكم الرأي ديالي لأول مرة لأنني لم يكنت بسكت وخاصة صرف هذه القصة لأنني سمعتها لم أردت رأي ديالي لصاحبة القصة مباشرة قلت نعطيه في القصة لكي تستفد قصة خطيرة وخاصة أي مرة تسمعها حيث مهمة المهمة البنات لن نطولها لكم كثيرا وندخلوا مباشرة في القصة اسمتي نورا اليوم جيتنا أقول لكم حكاية ومجرالية ونبدأ لكم الحكاية من الولدها لها كذلك كبرت في العربية وست أسرى على قد الحال كنا فينا خمسة ديال الأخوة وجيت أنا الوسطانية كبرت منك شل قسم الله والذي يدروا جهدهم مكتر لكي نقرأ ونضروا مستقبالنا بالحق الغالب الله وسط الاستيزيام وتم كنت تعطرت ونبقيت نهائيا نكمل القرية جاندك شي صعيب بالسعفة وتم كنت قد تعام من مراهم ومن مراهم مباشرة نكون قلس في الدار حين تعرفت رأسي لا نستطيع أن نكمل لم تكن كثيرا حتى كان أخطبني واحد ولد الناس كان ساكن في المدينة أنا لم أفكر جوشت المرات وفرحت بلا قياس وقلت الحمد لله سوف نتفكر من العربية وسوف نسكن في المدينة لم تكن حساب لأن السيد لم تكن كثيرا لم تكن حساب لأنه ساكن مع وليدي لم تكن حساب المشاكل كان يبقى لي غير حاجة تزوينا ولم ترى سلبيات وحصله ما فيه تزويش بعد السيد ولم تكملت معه حتى 7 شهر حتى الصافي وصلت بيه إلى ضم ولم تكن قدم كمل معه الراجل لم يكن كذلك الراجل الذي خيب أو قبيح غيره لم يكن لديه شخصية وحائلته كان من أشر مخلوقاتي لم يمتوا من الأخر كانت جايباني خدامة لها والولداتها لم تكن أغمرت ولدها لا كانت أغمرت أحدا لتدرس عليها والتي تضل في فشقة وفتمارة هذا الشعر لم تكن أختارت أحدا من الهروبية ثم كنت أعرفت أنها هي التي أختارتني لم تكن ولد حسابه ما فيه صبرت حتى عيد ولكن في الأخر وصلت بي الأضم حتى لا يكون مرتاحة لنفسيا ولا جسديا نهاره مطال وانا فشقة وفتمارة وفي ذلك نسمع المعيال والسبان الرجل كان يعمل في حالة لم يكن من عدم الأساسيات لم يكن موفرهم لها فشعيت كانت تدريبا لم يكن يتدار ولم يكن يتدار ولم يكن يتدار كيف العائلة المغربية كاملة لم يكن موافقين قالوا لي لا وطلق عندنا حيب وخصتك تصبري وعلى ما كانت بوحدة البوحدة اللي عايشة مرعجوزة ونبيسات في الدار بعد العيالات النص ديالهم قلت لهم انا مبقيتش قد نصبر ومصافي الله يجعل البراكة وفي اللخر كنت ازديت حويجة ورجعت الدربة وقلت لهم هذا الرجل هو ما نرجعش له طيروا ونزلوا وضبروا راسكم شافوا حتى حياء وقروا لي اللي بغيتي وهذا الرجل كنا نتافقنا معاه باش نطلقو وكل واحد اش الطريقو بلا صداع بلا مشاكل وفعلا هذا الشيلي كان كنت فارغت مع هذا السيد من مورة 7 شهور ومعا أمي حائلتي وخاكة نوافقوا على اطلاق ولم يكن لهم اخر وكانوا يتعاملوا معي بطريقة لخيفة ممنوع ليا نخرج من الخيمة ممنوع ليا نصخر ممنوع ليا نظر مع شخص باستخدام وممنوع ليا لم يجرد انني متلقى الناس اللي دارين بي يقولون اولاده عندك مدوش معه يعني في حالها تلقى ستلصق فيه مهم شي انا مقدرش نصبر وتم اقررت باش نمشي نسكن مع اختي اللي كان ساكنة في المدينة واللي كان راجلها خارج المغرب يأتي عندك غير مره مره قلت لي مرحبا بك اختي ما عنديش المشكلة حتى انا بغلي ونسني مشيت وسكنت معها وكنت فرحانة وتم مرقة واحد شوية راحة ديالي حتى انا وهاديك اختي كنا مفاهمين وحطينا الريوز على بعضياتنا بقيت عيشة معها ولا نقصني شي حاجة ومشت ايام ومشت ايام حتى النهار كنت خارجة وتبعني واحد الرجل انا فشدرت بني رجل كبير في العمر قلت لي اختي ركي اعجبتيني وبغيتك يغل الحلال اعفاك لما اعطني فرصة نتعرف عليك ضعكت وكتلوش مني تكدوي وجب انت بخلي مرتك وجاي هندي قلت لي قلت لي انا مزوج انا اختي ما مزوج وكنت مزوج ما كنت جاهن تبعك وبقى تبعني ولصقني الساق وقال يا والو لا تفرق معك حتى تعطني الرقم للتليفون اعطني اخر فرصة وتعارف فعلية وهذه السعيرة لا تريديني لا يعاونك المهم انا حتى تلصقني بالاقياج وحينت هذه المدينة لم تكن مدينة كبيرة ولم تريد احد يقول فيها الهضراء كنت تعطيت الرقم وكان مشا وقال لي وقال لي هو السيد اللي تبعتك قبيلة قلت له ما احب الخاطر قال لي شوف اختي انا اعجبتني بالسعف وبغيتك الحلال انا صراحة مهمرني لم ترى شيء واحد وتبعتها في حلقة من هذه اللقصة وانا داخل سقراسي ولكن انت يا غير انت يسلبسي لي عقلي انت خلتني لا يعرفش بالضبط وانت اريد 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 صغير كتابعك في الزناقي بقى كوني دماغي بعد الهضراء وانت انا جربت الولد اللي من نفس العمر ديالي وكنت كرفس معه بلاقياس قلت هذه المرة نعمل عقلي ونرى السيد اللي كان اصلاح لي ونكمل معه حياتي ما فيها بعث بديت انتعرف عليه وقلت له ما نقدر في حياتك ما نقدر في حياتك قال لي انا اعمل مزيان وفي نفس الوقت عندي المشاريع ديالي ما نقصني حتى شيء خير وبغيتش بنت الناس لتكمل معي هذا الشيء السيد كان كبر مني بثمانية وثلاثين عام اه ثمانية وثلاثين عام ما كانش عندي مشكيل في هذه النقطة حينت في هذا الوقت بديت كان حس ان هات الشخص غادي يوفر لي يقع هاداك الشيء اللي كنت انا محتاجه له هنا ما كان دويش غير على المادية فقط حتى من الجانب ديال الاهتمام الجانب ديالشي واحد كي يخاف عليك حتى انا في هذا الوقت واحد ما كان مسوق لي عائلتي كانوا كيخافوا وغير من العار اللي غادي نجيب ليهم موصع فيه يعني ما كانوا كيخافوا عليك انا وهو اللي كان كيخاف عليك كان نرد لي البال كان كنت تتعامل معي بعد المرات في حال بنته هكا كنت كنحس فاش كنت سولته واش عندك وليدات قل لي يلا ربي ما زهلش علي بالولدات ما عمرتي اللولة ومن مراهة ما بقي تشجعك مفكر في الزواج حصلنا اللي تلاقيت معك مهم قلت له امتاك هتجي تخطبني ما ايجان امتاك هتجي تخطبني كليا الثاني غير شوية الواقص نقد اموري ونتعرف عليك اكتر وهاديك الساعة نشوفه بالضبط اشنو غادي نديره المهم انا في ذاك الواقص ما حكرش عليه بالسهف حيث ما كدبش عليكم كنت مرتاحة معه وكان عاجبني الحال فاش كنت كنت نتلقى معه كنت اعمل معي في حلشي اميرة كنت هلا فيها اللي احتاجتها كيعطيها لي كان دائما كنت اجيب لي الكادوية هتنبرعني دي ما كنت نقول هذا هو الراجل اللي بغى نكمل مع حياتي هذا هو الراجل اللي غايت هلا فيها وما ديش يتكرفس عليها وقت لالعمر لالوالو حصلوا ما فيه بقينا هك 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 حتى داس على علاقتنا كتر من عام تم مولد كنت نقوله اول للناس حتى رأيو انت تصبرك الله ماشي ما زال صغير وانا رأي اني متلقة ووضرة الناس ما قداش عليها سافي خاصك تجيل دارنا وتتعرف عليهم وانت تصبر الأمور لكي نتزوجه كي نقوله انت كتشوفي ختمتي نهار كل مرة وكنكو في مدينة انا بغيت نعالي نزوج نستقر ما بغيش نبقى داعيه خاصة سيلا كنت غنزوج بكنتي ممكن ليش نخليك بوحدة كون مشي نسافر غير صبري معي ما بقىش قدمة فاتو ونأخذ التقاع ديالي ما نحاول نصنف جميع العمال ديالي اللي غيكونوا بعد نخلي غير الخدمة ديالي اللي كينا في نفس المدينة فقط نبقى كي يكون دماغي بهذا الهضرة انا كنت لها ماشي مشكل ولكن الشريف خاصك تجيل دارنا تخطبني تعرف على والدية تعرف على أخوتي نحرف ان هاد العلاقة راح ازعم غاديه في المعقول مشي غير تفنية كلي ما عنديش المشكل من غدا نجي عند وليديك ومن غدا نخطبك واللي بغتي هنديرها معاك غير بالنسبة للزواج خاصك تصبره لي وأنا كنت لك مالي صفي هادك السيد كان تعرف على أخوتي هما الأولين كان تعرف على أختي ومن بعد تعرف على أخي والأخوتي كان يوم ان اريد أخي من السواج وخوتي كامية كانوا موافقين قالوا لي يلاهم ما يحصير شاهدوا السيد هدرت عمر هده صفي وكان كبير في العمر ولكن كيف يعمل لا تضعي لها سينه نهائيا حصلوا ما فيه من بعد ان تعرف على أخوتي كان جاء عند الواليد للموعد العرس. قالوا انا بنتك ربغيتها للحلال ان شاء الله سنقضل امور ديالي. وهذه الساعة نجي وتتسر الامور ونزوج به على سنة الله ورسوله. هنا العائلة ديالي كاملين. كانوا سيقل الاخبار اني عندي علاقة مع السيد. وانه سوف يخطبني. كنا كانت سناو غير نهار لتقضل الظروف دياله. ومن بعد سنزوج به على سنة الله ورسوله. حصلوا ما فيه. انا فش سيد. جاء خطبني وهدر مع أخوتي ارتحت ليه. وهنا علاقتنا التطورات. ما بقيتش علاقة. مجرد انني كانت لقى معه في قهوة وكنت اضر معه في تليفون. لا. وليس كامشي معه تل الدار. وكنت غلطت معه. ودرت شي حويج لي ما كاش خاصة نهائيا نديرهم. ولا اليوم ما سولتوني. وقلتوا لي يا اشنا هي الحاجة. اللي اندمت عليها قد نقول لكم هي هذه. اندمت بزاف انني هاد الراجل سلمت راسي لما تكون بيناتنا شي حاجة اللي رسميها. فهذه المدة السيد كان مهلي فيها. اللي هلز على فميكة توصل لي. كان يقول لي انا كان بغيك وانا كان احماق عليك. مهم كنت عيشة معه مرتاحة. وكنت كنت نغر نهار اللي تيسينا في الظروف. ويجي ويزوج بيها. كتفي ما كاش بدلوا الموضوع دي الزواج. كي يقول لي وبلاتي. ان شاء الله هاد العيد. ان شاء الله هاد المناسبة. بلاتي حتنجي. بلاتي حتنحيد علي واحد الخدمة. مهم دائما كي ديلي الأعدار. انا وخل مودة طوالة. ولكن ما عمرني شكيت فيه. كنت كنت تقفي بلا قياس. اي حاجة كيقولها لي كنت تقفيها. ما عمرني قلبت من موراه. ولا قلت هاد السيد كي يكذب عليها. حتى في الوقت اللي كي يكون مثلا في داره. وكي يقول لي ما نقدرش نهضر معك. ما كنت نحكر عليه. وكنت متفاهمة. حتى نهار اللي قل يا شوفي انا في الدنيا. عندي غير واحد بن تختي. اللي كانت مهات وفاة. وانا اللي ربيتها. وده بره تزوجت وسكن معي في الدار. وكي يقول لي انا فيش كنكون في الدار. رغم كان كان قدرش نهضر معك. مكرمة. ولا كرا كيسفت لي لا معساش. كي يقول له علش ما تقدرش دوي معي. يقول لي ودي حرفة العمر ديالي. ويجي حس عدنا التليفون. ونبقى نهضر معك قدامهم راح شوما. القادية مكاش كدير هاليا غير على وده هذه البنت خصوصة في. حتى في الوقت اللي كي يكون مثلا عند عائل تولة كي يكون في الخدمة. كي يقول لي ما نقدرش نهضر معاك. يبقى يسفت لي غير مزاجات. كي يقول لي وانتي عارفة المكانة ديالي. وعارفة الناس كي يحسرموني. رغم يمكلياش حسل دابة. عادنا بدنا ندير هاداك شي ديال المراهقين. خلينا حسل نهار اللي تيصل الأمور ونجي تزوج ب كل شيء سيكون يعرفني تزوجت. ماشي يعني في علاقة مع ابنت. انا هادشي كان كي يخليني نزيد نحتار موكس كان قولها السيد. مادم خايف على ما كانت ومادم كي يحتار من الناس رغي يحتار مني حتى انايا. وانهاري غنزوج بي غايدل لي القيمة. المهم بقيت مغمضة عينية وتابعة في هباله. فيما كان قوله الزواج كي يقول لي واخها كان صبره كان قول ماشي مشكل. غير خليه اكيد كون كان عنده الإمكانية باش تزوج بيا را كون تزوج بيا. حين السيد كان كي يقول لي كان احمق عليها. وما عمرني بغيت شي واحدة. ولا غنبغي شي واحدة كيفما كان بغيك نسية. الهضراء اللي كان كي يقول لي ما نقوش لكم عليها كيفاش دايرا. يلا اسمعتي هاد الدبي في بلاستك. تقول لي هاد السيد ماشي كي يبغي هاد خيتي. لا تقول لي هاده را كي يعبدها. يوال حصلوا ما فيه. بقينا في هاد العلاقة. المدة دي العامين. مغير هاداك العام اللي اللي كنت كان عارفه غير انا وما كانوش كي عارفه عائلتي. اني عامين وانا كان اعتبر راسي اني مخطوبة به. لان السيد كان دوامها عائ وقال اليوم انا بغيت البنت. وكنا كنت سنة وغير امتها. الظروف دياله تتقاد بس فيتزوج بيها. في هاد العامين كيف ما وضحت لكم. علاقتنا كانت تطورات. وكنت مرة مرة كمشي معها للدار. وكانت تكون بيناتنا حلاقة غير شرعية. علاقة غير شرعية. ما كنتش كن اغدفها الاحتياطات ديالي. وحتى هو ما كانش مصوق. ما عمرو قال لي يلا طابت لس حرقات. انا في ذلك الوقت كنت كنت اعتبره في حالة راجلي. يعني كنقر غير ما زال هذه الورقة اللي ما بيناتنا كنت كنقفيا في بلا قياس. وقال ديالي ما كنت كنقلت بالي ان هو اللي ما كي ولدش. حينت هو مرتوق اللي قل لي يتلقها قال لي كنقل معها عشرين عام. قلت اكيد سيد ما كي ولدش. ولهادك اللي كمزوج بها كانت تتبرة معها احتصافي. سالة صبر دياله وتفرقته ايا في هادك هاي اللي ما كنقوش مسوقا. وبالنسبة الولاد. كنت كنقل الدنيا عانية حتى لا مولدش معه للرسولين لان السيد كنت مرتاح عليه. وكان مفر لي بزير تحويش. اللي كانوا ممكن ينسد في الموضوع ديال الولاد حصل وما فيه بقيت هكا حتى الرمضان ديال هاداك العام ايوه تماما تكون في الول ديال رمضان احساس براسة ماشي هي هاداك كنت غير كنطقية وغير مساسها ومريضة اخترت لي البهل وثم كنت قلت لي شو في يا اختي رح تقدري تكوني حاملة اختي رح تقدري كيف سيكوني حاملة رح ما يمكنها هاداك كنت قلت لها انه علاقتي بها داكسيات تورت كنت تسحب لها العلاقات غير تليفونات وكانت لقمعها مرة 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 ما كانش كنت تسحب لها انني كمشي معها للطار مهم انا تماما قلب يحسس بي غدي خرج من بلاسه بلا ما نفكر كنت مشيت تشريت الفرماسيان واختيت تحليلها درتها وخرجت لي انني حاملة تم الدنيا ضارت بي ومتلي صعر فماندير بديس كان بكي وكان اجدب واختي جات وصولتني وقال لي مالكية كلاباس وقلت لها اختي مكين من خباليك انا رأيي حاملة اختي بتسكدر في خاضها وقلت لي واش انت حماقتي واش بغتي تشوهينا واش بغتي تجيبيني العار كيفاش انت حاملة ما فهمتش قلت لها شوف اختي هاد الشي اللي قسم علي الله ما عندي ماندير قلت لي وهياش قلت له هي غدي نعياد السيد ونقول لي يجي تزوج بيه على سوالناسي الله ورسوله انا قسمت اكده ان السيد ما غديش يتخلى لي وفاش غدي نقول لي انني حاملة غيجي تزوج بيه هذه الساعة اخرى ارامت بالتلافون دي اللي وقالت لي وبيت ترغب انشوفه كدروري قال لي لا انا مانقدر مش ما منقدر انا ممكن لشение نجح ان يجه انهacie حارFA المسافه aula المبينة Not Raphael μια الم Eachley they go in and pop like the room and the mills وانه دق قال لي ليه اختي بما هو احد الموضوع مهم قلت لي ليه اختي its phone and i was a face where you should i call him and ill قال لدي خدمة مزيرة ولم يمكنني بدأت ذلك في هذا المئة بما يمكنني تكون بشكل مستخدم خاصة حجم تصفتها لك لديك مشكلة يمكنك أن تحسيني قال لي ولماذا ؟ قال له ايكا لأن هذا المشكل يجب تحسيني قال له ايكا ما هو المشكلة التي قاعدة لا يمكنك أن تحسيني من هنا قال له المشكلة بكل بساطة هي انني حاملة سيد كيف سمعت اني حاملة ضربه الدق وقال لي كيف هل أنت حاملة واذا أنت تضحكي لي عن هذا الشيء واذا أنت تريد أن تضحكي لي قلت له لماذا سأقوم بذلك لكن أنت كنت تسنغي الأمور التي تتقادل وشي تزوج بي قلت له أن أحملت حينت أنا وياك وما كنت لدينا الحسيات وانت ما كنت مصوق قلت له يا شوفي هذا الشيء الذي لديك في كرشك خاصك تطيحي اليوم قبل من الغضاء قلت له كيف هاش واذا كنت تضحك علي واذا أنت كنت أخير كنت تضحك علي او ما أنت كنت مدوز بي الوقت ومع مرة لم تكن تزوج بي قلت له يلا الهبيلة أنا كنت أريد أن تزوج بي قلت له ماشي بهذه الطريقة أنا الهبيلة أريد أن أضعك الشان والمرشان أريد أن أدخلك لداري وأحد أحد يقول لك حتى نصف كلمة ومن غير هذا الشيء أنت ركي عارفة الوضع لي كيف هاش داير ماذا أريد أن الناس يقولون لي يقولون لي أني يكتم معك في علاقة غير شرعية وحملت مني عدك ساعة تلوي سليا دي وتزوج شي بي لا أريد أن الهدراء أكون من المرأة أنا أريد أن أضعك الشرع أريد أن أضعك ذلك أريد أن أكتم معك أن أتزوجي جنوي أريد أن يأتي بي وكذلك هذه الساعة تحبني مني ولم يوجد أي مشكلة يأتي دماغي بهذه الطريقة ويدخل لي الفكرة الكورتاش يقول لي أن يمكن أن تشجره هذا الولد لا يمكن أن نقوم به في هذه الساعة دعينا إن شاء الله ندوز هذه المفترات ونأتي بذلك ساعة انا كنت اعرف المكان و الناس كي يحترموني و انا مبغيتش الناس يهدرو فيك و يهدرو فيها قبل ما كنت اخاف على راسي انا كنت اخاف عليك و اخاف علي الصمع كنت اعرف الناس كي يحضيه و احنا ما غنجي و دابا فين قد امورنا و نزوجه حيث تكون يدرسي واحد شهرين او ثلاثة و انه اللي ستولدي اعرفك انك كنت يحامل قبل ما نزواش و انا ما نرضاهاش ليك و ما نرضاهاش الراسي بعد ذلك الوقت كنت اقتانعت ان السيد لم يتفلاش عليها و لكن لم يستطيع ان اقتانع لكي نطيح هذا الشيء كنت احسى بيه ولدي لا يمكن ان اقتله و هذه ره روح انا قلطت و انا نريد ان تحمل المسئولية و اخي قال لي اصري عن الطبيب و اقول لي انه يطيحوا ليك و باش ما بغيت تطيحون اعطيه الفلوس و لا تسوقيش و كان كسفت لي الفلوس باش ندوز ما كانش باها كانت كمشي فعلا عن الطبيب و كان قول ليه انني بغيت نطيح الولد و لكن من هضرتي كذبان اني ما بغيت و بقيت كان تماطل و حتى هو في هذه الفترة كان يقلب على مثلا شيء طبيب ليطيح ليه هذا الولد و لكن ما كانش يلقاه حانت فيما كان كمشي عن شيء طبيب و يقول له الهضراق يقول له لا اسمح لي انا ما كان ديش في حال هذه العمليات و سيدة ربي ما كانش مكتب لهذه الكرش الطائح بقيت كان تماطل و كان دوز في الوقت حتى كنت تكمل تلت شهور ثم ما يمكن ليش مازال طيح الولد و هذا الشي هو كان عارفه ثم كان طلع لي الدم و قال لي علاش علاش زع ما ما طيحتيش الولد و انتكوشي شتيب عينيك انا كنت كمشي عن طباء و كنقول لي هم مش كدروا العملية و يقول لي ما كنديروها شوخة انا كنت متشغير عند واحد طبيب و من بعد كنت كنقول لي انني كمشي و انا في الحقيقة ما كنت كمشي و هو ملقحت شي طبيب و يقول له هذا الشي لقسم الله و انا كنت لم تكن لي شي طبيب انا كنت لك مهنديش المشكل بعد الوقت اختي كان طلع لي الدم و قال لي اشوف اختراكي غرقة خربقي اذا كنو غد ينقول للناس و انا راج ليلة جاوشة في كرشك اش غد ينقول لي ليلة يا خصك تلقي راسك شي حال في اسرع وقت كنت تدويس ما على الزواج و قال لي ميمكن لي ايش دعبا انا راج لك خذك حتى تولدي و نفضيو هاد المشكل حد ذلك الساعة ممكن نزوج بك قلت له هاد الشي اللي فكرشي قال لي هاد الشي اللي فكرشي كيف تولدي نشوفه شي واحد نعتوه ليه و اللي نتافقه معه باش ندوم نشوفه مرة 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 انا هاد الهضراء ما كونش نهائيان معاولا نديره ما كونش معاولا نفرد فولدي غير في هاداك الوقت تفاديا للمشاكل كنت كنقول له واخا كنت قلت له على الموضوع من اختي و ماذا سوف ندير فيه لان اختي كنت قلت لي بصراحة العبارة ما تبقى لك غلسة عندي في الدار حين سوف نخلق لي هالمشاكل و حتى هائلتي قدرت يقول لي الخبار انني حاملة قلت لي ماشي مشكل انا سوف نكره ليك و فعلا انا شوف لي واحد البرتما في المدينة اللي سكن فيها اختي و كان كراها ليه و فرشها ليه و كان هو اللي يصرف عليها في هذه المدة كان كل شوية يقول لي اختي قلت لي على عائلة اللي نعطيها الولد و في وحد الوقت قال لي علش ما تعطيش الاختك هي اللي تربيه و هذيك الساحة نكون وحنا كنت نشوفو في الوقت اللي بغينا انا دويت مع اختي و اختي قلت لي و اختي قلت لي وش مني سكت دوي كيفاش بصني تعطيني هذيك الولد و هذيك البنت اللي في كرشك عشنو غاتي نقول الراجلي و انا اصلا الحمد لله والده ما عندي زعمة مشكل ولا شي حاجه و مهم اختي كان ترفضعت و قلت لي احررتك في القيهة ف هذه الفترة اختي قلت لي اختي قلت لي اشوفي هذيك تدير في كله تخربعق و هذي سيد احلا مبالية ما غير معك حتى شحل و غير كيف يجر جر فيك قلت لي اني نحية المالي ندار و نقول ليهم انه بغي نجي تزوج بيها و لكن انا دارنا شوية بعيدة على اختي اختي كان دويت مع ابا و قلت لي ان السيد جغطبها من عندها بشكل رسمي وصافي كي يوجد ورقعته بشي تزوج بيها اختي لم يكن لديه مشكيه لأن ابا كان بغي يتحلم مني و كان بغي يحيد عليه هذه اسميات متلقه كان موجود لوريقات كاملة التي كانت طلبتهم اختي و وصافتهم لها اختي كانت تحسس هذه الوريقات من مراهب سيمانا كانت تحسس بالوالد و قلت له رفلانا طيحة العقد و راهم شاس و اسكنت مع رجلها هنا عائلتي سيقل لي الخبار ان انا تزوجت و خفضت الوقت ان انا لم تزوجة موالو فقط لكي تحسس حاملة لا تكثر عليها في الدوار حسنوا ما فيه انا بقيت تساكنة في الدار و اختي بقيت تساكنة في دارها و بقيت عندي معها علاقة و متواصل و هذا السيد كل مرة مرة يأتي عندي ولكن من النهار اللي وقعت ما بقيتش علاقتناك فيما كانت يعني فيما يأتي كيف سوف نتعامل معها كيف سوف نتصرفها و هو يقول لي لا تخليها معك حسن لا تكون لديها طريقة لكي نتزوجها و دائما يرجع لي الوضع الاشيماعي اما الوضع الاشيماعي انا بدك يطلع لي الدم و هذا الشيء كامل لم يكن قد تحمله في واحد نهار كنت موطة مع سباة و قلت لكي نتزوجها لكي لا تزوج بها تبارك الله هرك ما يصور الحام و بلسطة عندك جوش و ثلاثة خدمت بفلوسك و بأملكك ماهو المشكلة؟ لا تفهم قال لي غادي نجيك من الأخر انا راني مزوج و عندي الولاد و قلت له كيف سوف قال لي كيف سمعت و هذا الشيء رأي في خبارك كيف سوف نتعامل قال لي انتي عارفة و نهار الأول راني قلت لك راني مزوج و عندي الولاد و انتني لستقصفية و حاملة بزدت لتقافية اكثر انا سوف نتزوج بك انا سوف نجيك من الأخر انا ممكن ليش نتزوج بك حيث انا عندي ولادي مزوجين و عندي نساب قال لي ما يمكنش قال لي الوضع لي ما كيسمحش لي انا سمعت اضربتيني بالدو و اللي زدرني في خاطري هي ان السيد يتقابح معايا قدام عيني و يقول لي انني انا في خباري انهو مزوج و انا ربي لي عالم ما في خباريش نهائيا و من نهار اللي تلاقي سمعته هو يقول لي انا راني متلق و ما عنديش الولاد نهائيا تصدقوا لو عنده خمسة الوليدات مهم سما كان قلية خاصة تلقيش حل هاد الوليد قلو نرمي حندي ما نلقى عليها قلت له هادشيني في كرشي غادي نولده طبرا نسع العائلة و نعطيها لها ما عنديش غرام دي الموشكي الوخاء انا كنت دير افبالي هادك الولد و هادك البنت ما غنفرطش فيهم مهم بقينا عكا كانت جاره كيف مقبل السيد كيصرف عليها كيصفت لي الفلوس ديال الكرال الفلوس اللي غا تقضني قبل ما الولد كنحط لي الفلوس ديالكلينيك مهم ماديا كيعطيني ولكن علاقتي معه صافي في حالة بعدنا على بضياتنا السيد في حالة حس برسو غرق في حالة ما كانش بغيها هادك الحمالة من الاساس مهم نالش دنيا نجاع كنت سداتني اختي الكلينيك فتحو لي عيط السيد كيف راني وولدت كيف صورت له هادك البنية اللي ولدت وصفت له تصويرها هي تقرب 180 درجة حالة بدك تستطى وكيحماق كيقولي يا بنتي وتبارك الله شحى الغزالة وانا حماقت عليها وانا تستيس عليها مهم دوزت السيام ديالكلينيك مجاش عندي فاس سيد السيد مجاش عفني حتى النهار اللي وسط للدار مهم انفجت للدار جاو ويهزدك البنت ويلعب معها وكيقولي يا تبارك الله كتشبه للوالدة مهم السيد بغي تستطى عليها قلت له تبا ودناجها ها نفعله ها هي البنت قدامك وش غنعطيوها قلت له يلا مهدنا لمن غنعطيوها انتي غاديس بقى محاها وانا غنصرف عليكم قلت له حتى الامتة ها هي البنت رخصة ورايقعت قال لي يلا وانا مرقدرش دابا وانت عرف الوضع ديالي غير سبر معها وان شاء الله يكون خير قلت له حتى الامتة غنصبر دابرة تقريبا جايرا 4 ستين وانا معاك حتى الامتة غنقى في هذا الوضع حتى الامتة غنقى معاك بلا وراق بلا زواج بلا وانو انا غنقى معايا حاله دابة المشكلة ما بقىش غير فيها نبقى في هذه البنية قال لي انا غنوقف معاك حتى تقيدها على اسميتك ان شاء الله الوقت للامور ديالي غنقاد غنقيدها على اسميتي وانا ما غنضيعها شغنعطيها حقوقها كاملة وهذا الشيء اللي جاه في الورد نكتبوليها وانتهله فيها واندلليها وانفعل لها فذلك اليامات كان كل شو يكي عيثي في الوقت ما كيكونش معايا ويقولي سابتا لي تصورت البنت ووريها لي كيفش كانت تحرك مهم كان تقريبا نهار وما طال هو كيشوف ذاك البنت يتصور يا فيديوهات كان كل شو يكي عيثي لي واش خاسكم شي حاجة واش ما خاسكم شي حاجة ما بقىش نيائيا قادر يتفارق على هذك البنت لدرجة انه كان كريلية في نفس المدينة اللي كان سكن فيها هو غير باش يوليجي عندي فكل مرة يعني ما بقىش نيائيا قادر يتفارق على البنت في هذا الوقت اختي كان قرر انه يهز اختي وولداتها ويديهم عنده لانه هذك البعد جاه جاه بزاف كان كيشوفها مرة في شحال يعني كان بغاها تمشي عنده مهم فرحنا ليها والسيدة من مراهة راجلي كل شو يكي يقولي اياه علش حتى انتي متهزيش البنت وتمشي عند اختك قلت لك يا غاندير وعلش هاد الشي قليلا انا خايف لشي واحد يساق لي الخبار لشي واحد يعرفني وهانتي كتشوفي انا فاش كتكوني احدا يارا ما كان قدرش نهائيا تفارق على البنت وكل شوية كنجي باش نشوفها حافاك لما باعدي حافاك لما سيلي التما وانا غان بقى نديو معكم في التليفونات وغان بقى نصف تلقى هاد الشي اللي كتحتاجي وفوق من هاد الشي انا راني تقهرت بفروس ديال الكرة وميمكن لياش نبقى هاد جوجدال الاسر قلت له انتفاجه جوجدال الاسر تبارك الله بخيرك وبخميرك وبلاس ما تبقى كاريلين وانا هاده هو كان يموت من ولاده وكي يموت من مرته وما بغي يدل معي ان احتشي حلو دير الحساب لانه سور الهضرات ديالهم والوضع دياله الاجتماعي كنت عارفة ان السيد ميسور الحال حين تولاده كاملين ادي اللي هم طموبيلات هاللي شاري ليه الدار هاللي دياللي مشروع يعني مهلف ولاده وانا بنتي ممسوقش لها يقول لي هادي رأى اعز وحدا فيهم وهادي رأى مقطرانية من العينين وكان حمق عليها ولكن زي ما اشي حاجة اشفتها من الموسى ما كيناش حصلوا ما فيه بقاه ليه احتى كان قنعني باش انني نمشي عن دختي وانسكن معها قلية سيرسكن معها غير واحد المدة قلت لي واقع طلع لي الوريقات انا وابنتي وكنت فعلا مشيت اقلص عن دختي ولكن فجل قلص عن دختي لانه هاد المرة قلس معها وراجلها كين البنية مازالة صغيرة انتو مراكم عارفين بلالي الصغار وصداع ديالهم راجلها مقدرش تحمل هاد الشي فوق من هاد الشي راجلها وليكي شك ان هذه البنت بنت غير شرعية وانما كين لازواج لوانه اختي كانت تتباع ليه وقالت لي راجتي 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 تزوجه مهم هاد الشي كامل خلق لختي مشكلة واختي كانت قلت ليه شوف اختي انا كنت قلصة معها في المغرب وكنت كنت قلصة بوحتي والكلاب كنت قلصة هنا انا ستلقينا من راجلها هذا راجل الناس ولم يمكن ليش نبقى معه في حلاكة لماذا كنت قلصة مع الراجل سوف نعود للمغرب ولماذا قلصة للمغرب دبري راجتي انا لا نقدرش نقري لك انا ما قادش على المسئولية انا يالله يالله نعطيك فلوس المصروف اما باش نقري ونعطيك فلوس المصروف ما قعدش انا عندي مسئوليات انا عندي اولادي انا عندي داري انا غارق كريديات انا دخلت في واحد الصفقة هذا مهم دائما كده لي السباق بالفلوس وفي المقابل فقلت لي ان هذه البلاد يمكن لي انجلس فيها غير 3 شهر ومن بعد خصني الاقامة والاقامة كدر بالفلوس قلت لي انصفت لك الفلوس يعني هو الفلوس باش انا وصفت لي الاقامة باش يصيب لي الاقامة وهذا يعطيهم لي ولكن باش نرجع للمغرب ما بغاش ما عرفتش علاش بالطبط واش خافني نفضحوه واش خاف نمشي تمموشي واحد يعرف ما عرفتش علاش هو بحاله بغي يباحدني بغي يهربني ما بغيش بغاني نهائيا نضحو المغرب انا اليوم حسنت ومثلت عارفة من ديل عائلتي عارفين اني اني تزوجت ومن المرة ما بكتليهم تزوج في الشهر قلت ليهم راني حاملة وفي هذا رمضان قلت ليهم يلا هولت وخا بنتي ده بره عنده 6 شهر وده بك نصفت لهم تصاور دي بنتي فيش يلا هتزادت وكيقول لي فين هو راجلك ما فيه فين هو راجلك انا قل ليه راجلي خدام وهو اللي جابني لهذه البلاد وهو مفرحانين حينت انا يزعمات جاورت مع اختي ومعيشة معها في نفس الدولة وفي نفس المدينة انا هاد الراجل من هاللي تعرفت عني وانا عيشة في العذاب الاليم من هاللي تعرفت عني وانا عيشة في القدوب كاذبة على هائلتي كاذبة على الناس اللي كان عرف حقوقي علاقتي مع صدر بيخسرات وليت عيشة في الحرام هاد البنت ما عرفت حقوقها ما عرفش نالي غا تكبر كيفاش غا يكون مستقبالها كنشوف بباها ما نقصو حتى شي خير مهاليف واليدات ودير اللي هم المستحيل وانا بنتي مكبر فيها انه غير يكريليها وانه يعيجها مزيار انا اتضر معاك يقولي هاد الشي المصلحتك وانا را كنحمق على هادك البنت وهي عزيزة حدية وانا ما غاديش نضيعها وما غا نضيعكش انتيا وهاد الشي حتى مصلحتك انتي ولي جيتي للمغرب عائلتك غا يصيقوا لك الخبار وانا يقدرش واحد يعرفني وغير سبري معايا شوية وان شاء الله يكون خير دائما غير التأجيل فاش كنقول له غادي نزل المغرب وانا نزلت لي ما نعرفك ودبري الراسك انا ما نكدبش لكم ما عندي ازعمة شي ديبلوم ومقرية شي قراية لانقدر ننزل المغرب ونوقف باعة رجلية وباش نبقى هنا شوية صحيبة فاش كنقول له غير كريليك يقولي الله خستك تقلي مع اختك انا اختي وانتك تقول لي خستك تخويني ممكن ليكش بقي ساكن معايا هنا اذا بقيت معايا انا غا نخرج على داري وراجلي غا يتطلق لي ما فيهاش انا اليوم التالف وما تليس حارفة ما ندير صافي جميع البيبان تصدفوا جي هارفة راسي غالطة وهارفة راسي هات الشي كامل اللي ديراه وهات الشي كامل اللي وقع فيه بسبابي انا وبسباب الغلط اللي قدرت وبسباب عقلة عقلي وبسباب اني تقتف راجل اللي ما كاش خستني انتق فيه نهار اللون لكن ذهبها صافي اللي اعطى الله اعطاه وهذا الشي حلاش اليوم ما عودت لكم قصي حس بغيتكم تعاونوني مدلت عارف كيفاش نتعامل مع هاد الراجل اش نو ندير واش نبقى هنا واش نزل المغرب واش نطيقو ولا ما نطيقوش حين سيدك يحلفوك يقولي ما نضيعك وانا غير خاصتك تحسيب بي وخاصتك تصبر عليها ولكن انا عييت ومليت منش حال وانا صابرة وملقيت كادير مع هاد الراجل حتىش حل اللي لاحظتو انه غرق يبغي يباعدني عليه وصافي كانت منه منكم انكم تنصحوني اشتركوا لي ما ندير مع هاد الراجل حاصل هنا ثالة القصة اشتركوا من المجبدات المقرصات انا انتجوا لله اشتركوا من عمني بديس كنسمع القصة ودمي كيفور كنقول ميمكنش ميمكنش صبر عليها هاد المدة كاملة والراجل من نهار الول كمان انه شلابي يسمح لي ولكن هاد الشيء اللي بالي من خلال التعاويد لهاد السيدة كان بغير يدوز وقيت ويمشي اكيد غيكدب عليها ويقول لها ممزوج ماذا سيقول لها مزوج وعنده الولاد هاد الشيء كان ممكن تلاحظوا في الوقت السيدة لم يكنش يهضر معها وفي الوقت السيدة يقولها احقام احقارة نساكن مع ابنت اختي لم تفهمش علاش البنات كي تقولها الدرجة علاش كتبقي غدي ابنيتك سيد بغي علاقة اسيد الزواج ما قادش على الزواج ما عندك مدير بالعلاقة وصافي سالينة حينش كلي كيحصل البنت هانتم ما كتشوفوه هيا راجل اعلم كيبالي انا والله اعلم ما بغي ادر حتى شيحل وما عمرو ما بغي ادر شيحل هو مبعدها من المغريب غير بشي لم يجبش لي المشاكل وكي لحله هادك شوية الفلوس بصفيت عطيه التقيقار احيارتها كاملة غزب قم جرجرة الى ما قادش شيحل هادك الشيحل لشى البنات المقرصة خاصة بغيتكم تنصحوها بغيتكم تقولوا لها بالضبط اشنو غدير في هاد الشيحل احنا عارفينها غالطة وهي بحدتها عارفة غالطة وقلت لي الحاجة الوحيدة اللي اندمت على اختي شهرها زاد هي ذلك العلاقة الغير الشرعية اللي قدرت معها وما كان خلص النتائج ديالها انا اليوم ما توقفت عليكم إلا وبغي حل وحتى انا سأقول لك اختي إلا ما درت جنتي الحل وهو والله لدر معك شيحل اشيحل لاشيحل تجمع راسك وقل الراسك يجمع راسه وخصك تتوقضي وما درتها قد راسك خصك اليوم تقدي بها ايما نشديه من بلاصة اللي قدره هذا الرأي ديالي الشخصي اكيد البنات سيقولون في كومنتر وانتي قرأي كل شيء وسمعي كل شيء وشوفي الحاجة اللي تسلكك وديرها وما تنسيش عودية الجديدة لك لحصل هنا سنة القصة ما تنسوش خليهو القراء وتعلاق ديركم صاحبة القصة وما تنسونيش طبعا ما تتعلاق زوينة ديركم ما بقال ليا الى نقول ليكم احبابي وما تخيطش بكم بعد قليل غدي تكون معنا واحد القصة اللي غدي تبرل لكم القلبو القليب قصة خاطيرة ديال واحد البنت وحد السيدة اللي غدي تقلب حياةها 180 ضراجة غدي تشوفو قصه وعره 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 بسخ قصه وعره وعره غير تصنوني غادي نحتها لكم إن شاء الله مهم نتلقاوا إن شاء الله ما غنقوش تيكم سلامة نتلقاوا إن شاء الله في القصة اللي بعدها قليل السلام عليكم